أعلنت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية قصفت مدينة ميكو العيف بصواريخ S-300 وأكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن وحدات تابعة لها صدت هجمات روسية بالقرب من ست مناطق بجنوب البلاد وتبعت أن القوات الروسية شنت عشر ضربات صاروخية وثمان وكمسين ضربة جوية مستخدمة أنظمة إطلاق صواريخ متعددة كما هجمت أكثر من سمس وثلاثين مدينة منها العاصمة كييف متهمة القوات الروسية بقصف البنية التحتية ومنازل المدنيين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر